اشتركوا في القناة القاهرة الجوية متجهة الى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان وذلك للتخفيف من اثار السيول في المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان موسيقى ومن المقرر ان يتم تدريب الكوادر السودانية بوسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط انتاج الخبز على الاستخدام الامثل لخطوط الانتاج طبقا لقواعد التشغيل وذلك بعد تركيبها وسيتم تركيب خطوط انتاج الخبز في المناطق الاكثر تضررا من اثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السوداني يأتي ارسال تلك المخابز النصف الية الميدانية للمساهمة في التخفيف من اثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ في الخبز بالعديد من المناطق في السودان موسيقى